يبدو أن هناك نهضة اقتصادية على وشك الحدوث في سوريا، ففريق اقتصادي جديد سيتسلم زمام الأمور خلال الأسابيع المقبلة، وسيتخذ قرارات مهمة ستقلب الموازين، من بينها قرار تعديل الرواتب للموظفين. فما قصته؟ العديد من المصادر الاقتصادية في سوريا تحدثت عن قرب تسلم فريق اقتصادي جديد دفت لاقتصاد السوري، حيث أكدوا أن هناك قرارات مهمة من المقرر أن يتخذها الفريق الجديد. ومن بين تلك القرارات المرتقبة، قرار إصلاح سلم الرواتب والأجور في سوريا، بحيث تتناسب الأجور الجديدة مع حجم احتياجات السوريين ومتطلباتهم اليومية، حيث إن الأجور الحالية لم تعد تكفي لتأمين قوت السوريين لفترة. وبحسب المصادر المطلعة، فإن الاجتماعات التي عقدت لدراسة القطط المستقبلية نوهت إلى أن أحد أهم الأولويات في سوريا حالياً هو تحسين مستوى دخل الفارد والعمل على رفعه نسبياً ليتناسب مع الاحتياجات. ويجري العمل حالياً من قبل الجهات المعنية على اتخاذ قرارات سريعة فيما يخص زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور في سوريا ليتم ذلك بشكل تدريجي ومدروس، حيث تدرس الجهات المعنية حالياً كيفية زيادة الأجور، بحيث لا يترافق معها ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد كما حدث في السابق. أما عن قيمة الزيادة المرتقبة، فأشارت التقارير إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن المقترحة الذي اتفق عليه معظم الاقتصاديين في الاجتماعات والأروقة الاقتصادية، هو رفع متوسط الراتب ليصبح حوالي 850 مليون ليرة سورية، أي نحو 60 دولاراً شهرياً. وحول قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد، فأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حوالي 550 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 38 دولاراً، أي ضعف المرتب الحالي وفقاً لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي. وبحسب المصادر، فإن قيمة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور قد تختلف قليلاً خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ضوء الاجتماعات الجارية لاتخاذ القرار المناسب. وأوضحت المصادر أن رفع مستوى دخل الفرد في سوريا وزيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور يعتمد بالدرجة الأولى على حجم الأموال المتوفرة في الدولة. وسبق وأكدت العديد من المصادر أن الحد الأدنى في سوريا يعتبر منخفضاً بشكل كبير بالمقارنة مع دول الجوار. ففي لبنان يبلغ الحد الأدنى للأجر حالياً أربعمائة دولار، وفي الأردن سبعمائة دولار، بينما في سوريا لا يتخطى تسعة عشر دولاراً في عام الفين وأربعة وعشرين. ويبلغ متوسط الرواتب في القطاع العام في سوريا حالياً نحو أربعمائة ألف ليرة سورية، أي حوالي سبعة وعشرين دولاراً أمريكياً.